السلام عليكم أهلاً وسهلاً مرحباً بجميع فيديو جديد وتنسيقات المحجبات وغير المحجبات إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة وكأجبكم محتوى الموضة والأناقفة ماليكم إلا أنكم تنضموا بالإشراك وتضغطوا على زر الإعجاب بالفيديو وتفعلوا الجرس لكذا يوصلكم جديد الفيديو هذا الي وشكراً لكم الجديد والحصري في عالم الموضة والأناقفة والثميوز بائماً الجديد والحصري في القطع الملابس وموضة خريفة المحجبات وغير المحجبات موضة خريف شتاء وشتاء المحجبات وغير المحجبات فكنتمنى أن هذا الفيديو أجبكم وكذلك أنكم تكملوا حتى الأخير اللي هنا وفيه الجديد والحصري كيف كتشوفوا معي بحل الشكل هذا هذا المونتو هذا اللي كيجيب الأشكال بالأسواد هنا قطرت أنها تنسقوا مع مجموعة من القطع الملابس نوعية الأنسامبل اللي كي تكون من فاست مع بونتال وهنا اخترت مع هاد المونتو أو هاد ترانشكوت اللي كيجيب حلقة خريفة وشتوية في نفس الوقت في الألوان كيما كتشوفوا كيجو يعني درجات كيما كتشوفوا هنا بالبيج جمعها الوردي وهنا يا السيتي كيما كتشوفوا فكيجو هاد الأنسامبل مع هاد ترانشكوت جوانيق جداً وحقيبة اللي ميلانجاتها حتى هي مع السيتي بالمارون كذلك هاد القارديكن اللي كيجيب حلقة بالصوف هنا مع هاد الأسانتيو غادي اللي كيجيب حلقة كإضافة فكيجو أنيقين هاد القارديكن كذلك هاد كاب اللي كيجيب حلقة دافي هاد الجويبات من جناب فكيتلبس بسهول وكيجي طويل ومريح في البيسة ديالتو وكذلك يفضله بساف ديال السيدات والبنات والبنات اللي انه يتلبس وكيجي مريح ومسور في نفس الوقت هنا هاد الفاس اللي بالزيتي هنا اختارت مع هاد لاتانجو حتيالي جازت بالزيتي اما بالنسبة للطنورة اللي فيها الطيات هنا اختارتها بالالوان كذلك هاد شكل تيال المونتو اللي كيجيب حلقة بالبيج انا اختارت تنسيقه كامل في الاسود اما بالنسبة للسكارف اللي دارتو كلفة حجاب اختارتوه هنا اياه بالكارويت انا هتشوفوا معي انا حقيبة اليد اختارتها في البلونكاسي كذلك هاد شكل ديال انصنب اللي كيتكون هنا من تقارديكن مع تانورة حكتر يكون لكيجيب حلقة مفتوح ولك تقدر تخليه مسدود اختارت معه هاد النوعيات ديال التنورة اللي كجيب الابيج يعني تقدر تلبسو هاد الانصاب المهم الجموع من القطع الملابس كذلك هاد مونتو اللي كيجيب حلقة ده بالكارويت في الكاشمير كيما كتشوفو فكيجي انيق جدا هاد نوعيات ديال الشميز موديلات جدا ديال هاد شميز اللي كيجيب حلقة ده فيهم هاد الخطوط و فيكيجو فيهم جوج الويس أن الخطوط كيجوا فيهم طل و بالعرض كيما كتشوفو انا قدرت انها تلبس كل اللون مع بونتالون اللي كي ناسبه كذلك هدا تريكو دي الصوف اللي كيجي بحلقة الكمام ديالو شوية واسعين وكيجي مريح في البيزة ديالتو كما تقدرت تلبسه بها الطريقة اللي لبسته العريضة كما كتشوفوا معي فكي تجبت الصوف اللي فيه كما كتشوفوا بهات شكل هذا كذلك هدا مجموعة من التنصيقات اليومية بالنسبة للعمل وللخرجات كما كتشوفوا ان هاد تنصيقات تحتاني اللي فيها شوية ميز وبونتالومة بالتلتاج يعني كتبتل غير المونتو وكتبتل القارديكن كما كتشوفوا كذلك هدي فاست بالبوردو يعني كتشوفوا معي ان البوردو هو طندونسة الثانة في الالوان هنا معا هدا الصاق اللي كيجي بحلقة الصغيرة حتى هو بالبوردو هنا خسرت معا هتا النورة في الابياد كما كتشوفوا معي شوية ميز لتجارة تحت منه كذلك هاد الموضع الجديد دي الفساتين فستان الانيق بتصميم دياله اللي جراقي جدا كيجي فيه الكل بحلقة في في وكيجي فيه هاد الحزام اللي في هاد الوريطة بحلقة اه يعني هاد التصميم ديال الفستان انا اعجبني شخصيا وكذلك حتى التصميم دياله اللي جراقي جدا في الالوان اللي داخلين وكذلك هنا كما كتشوفوا حتى هاد حقيبة اليد لها السمعة والحذاء الشتوي الميني بوت اللي جراقي جدا حتى هو اللي بجاب الكابل العالي والحزام اللي يجا مميز باللال وريضة اللي جات فيهم زينة فكي تربط بحلقة من جهة الظهر وكيجي بحل ما كده بدوني اضافات ولا كيجي سامبلو هادي في اللي بيسا ديالجو كذلك هاد فستان بالصوف كيما كتشوفوا كتقدروا تلبسوها مع القاردي كان او لامونتو او لفاس تقصيرا يعني كيجي اساس فستان اساس كيما كتشوفو جاتوي وهاد نوعية دي الجيلي اللي كيجي بحلقة ده بالقب هنا كتشوفو ان السليس لدي كجين زينة من جهة الكل بهالطريقة هادي كيجي طويل بحلقة وفي هاد الاسرار من الامام كيجي بحشك الجيلي او لامونتو طويل البنات اللي وصلتوا معي حتى اللي احنا بتنسو جدروا لايك الفيديو وتشاركوا لباقي ما شاركتوش باش هاك تتعم الفائدة ويستفدوا البنات حتى هما من الجديد وكذلك ان البنات اللي باقي معارفينش اشنو دارج على الموضة والالواني دارج على الموضة هاد السنة هادي يتعرفوا عليها بفصل الخريف وفصل الشتاء للمحجبة وغير المحجبة و بالنسبة لها هذه الموضة هاد اولاد الانش قوت كما كتشوفوا بها من الراقي بالباج هانا اختارت اسمعات تنسيقها هادي وهادا كذلك في هاد الحزام اللي بتوغي وكيجي معها تسليس اللي كجين زييني تجيب هذه تصاميم بالنسبة لكاب اللي كيجبوهم البنات لكاب يعني كيجيو مميزين وكذلك موتيجو مريحين في البيضة ديالتوهم وكيجو سامبل بحاجة ما كتشوفوا بها تشكل هذا الفسان جتوي و خريفي يجب فيها تجويبات بحلقة حتى الجوب دي هالولي يجيب بحلقة مقطن و يجيب فيها تجويبات من الجناب هذا هذا أولاد حقيبة اليد ليجت أنيقة مع الفسان الفسان اللي يجيب بحلقة حتى هو بالوردي يجيب في هذا الحزام مرقيق و يجي سامبل هكذا بدون أزرار بدون بلد تشجي حالة كذلك تشوفوا معي تصميم هذه الحقيبة اليد ليجت راقية جدا وهذا مونت و كما تشوفوا يجي من الداخل ملبس بالخطوط و يجيب بحلقة شكل هذا إن شاء الله تكونوا كملتوا معي لها فيديو حتى الأخير و يكون أعجبكم تكونوا استفتوا معي من هذا المحتوى و من جديد الموضة و الأناقة و من جديد قطع الملابس و كذلك تكونوا تعرفتوا على الموضة هات السنة هذي و أريد أن نقول لكم شكرا للتعم جالكم في الفيديو الذي أسبق هذا الفيديو و نتلقى معكم في الفيديو قادمة و سلام عليكم